لم تترك الحروب للعراقيين فرصة لأخذ أنفاسهم منذ عقود خلت فكلما عصفت بهم عاصفة لا تكاد تنقضي حتى تداهمهم أخرى إلا أن العراقيين كانوا عام 2003 على موعد مع مأساة عظيمة أهلكت الحرث والنسل وأتت على الأخضر واليابس تحت يافطة التحرير مأساة الاحتلال الأمريكي تلك الحروب تركت بصماتها في كل شيء تقريبا وأثرت على سلوكيات المجتمع بعد أن غابت الدولة وتغولت الميليشيات في مفاصل مؤسسات الحكومة وتفش السلاح كالوباء وانتشرت ثقافة العنف والجريمة بدلا من ثقافة العقل والعلم والمعرفة فانهار كل شيء وبات على حافة المصير المجهولة الاحتلال الأمريكي غير ملامح كل شيء في البلاد فالسلوكيات المنحرفة تفشت وصار الأخ يقتل أخاه أو أطفاله أو حتى أباه وأمه أو إخوته بما تركته ثقافة الديمقراطية الأمريكية التي دخلت العراق جرائم القتل في العراق أصبحت تتصدر نشرات الأخبار فلا يكاد يمر يوم إلا وتقع جريمة بشعة هنا أو هناك فغياب القانون مع انتشار الميليشيات وفوض السلاح وانعدام العقوبات القانونية الرادعة للمجرمين منح الفرصة لكل من هب ودب لارتكاب ما يحلو له من جرائم مفوضية حقوق الإنسان في العراق قالت إن تحولا سلوكيا مجتمعيا حصل نحو ثقافة العنف والتطرف في البلاد وهو ما يلمسه العراقيون واقعا فعليا كل يوم يغذي ذلك خطاب متطرف من ساسة وأحزاب عضو المفوضية فاضل الغراوي قال إن على الحكومة أن تعالج التداعيات المجتمعية السلبية لثقافة العنف والتطرف عبر توفير فرص عمل للشباب وتخفيف وطأة البطالة والفقر وتأمين متطلبات العيش الكريم ومتطلبات السكن لكن محللين يرون أن إلقاء اللائم على شماعة الفقر والبطالة وحدها محاولة من الحكومة للتملص من المسؤولية عبر إلقاء الكرة في ملعب العراقيين وكأن يديها الملطخة بالدماء بليئة من كل ما جرى ويجري